مساء الخير نبدأ بالمحاضرة الثانية من الفصل الرابع او الوحدة الرابعة واللي بتتحدث عن تجارب التكامل الاقتصادي احنا وصلنا لعند ابرز الانجالزات في مجال التعاون الاقتصادي متعدد الاطراض احنا تحدثنا المحاضرة السابقة عن بروتوكول الاسكندرية وانشاء جامعة الدول العربية ومساق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وكلها بينات ان العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي كان يركز على التعاون الاقتصادي وهنا طبعا كان في مجموعة اتفاقيات متعددة الاطراف كان حددتها اطارها القانوني والمؤسسي لهذا التعاون بدنا نشوف ايش اهم الاتفاقية اللي كانت ما بين الدول العربية ما بعد تأسيس جامعة الدول العربية على اثر اللي هو بروتوكول الاسكندرية اللي بموجبه تم انشاء جامعة الدول العربية اولا اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري عملوا اتفاقية للتبادل التجاري ما بين الدول العربية والترانزير بين الدول العربية وهي تم الموافقة عليها في سبعة ساعة ثلاثة وخمسين الاتفاقية الثانية بشأن تزديد المدفوعات المعاملات الجارية وانتقار رؤوس الأموال يعني من اسمها تزديد المعاملات الجارية ما بين الدول العربية وانتقار رؤوس الأموال من دولة الى دولة اخرى تم الموافقة عليها في سنة سبعة تسعة ثلاثة وخمسين وعملت هذه الاتفاقية تم تعديلها مرتين في خمسطعاش اطمعاش الاربعة وخمسين وفي حدعاش واحد التسعة وخمسين التالتة اتفاقية بشأن اتخاذ جدول موحد للتعريف الجمهورية يعني بمعنى انه يكون للدول العربية تعريف جمهورية واحدة ما بينها وما بين الدول غير الاعضاء وهي تم الموافقة عليها سنة ستة وخمسين المؤسسة المالية للعربية للانماء الاقتصادي وهي يوافق عليها المجلس الاقتصادي في سنة السبعة وخمسين كانت اغراض المؤسسة في التنمية الاقتصادية في البلدان العربية الاعضاء فيها في هذه المؤسسة كان الهدف منها تشجيع المشروعات الانتاجية للحكومات تشجيع المشروعات الانتاجية للأفراد للهيئات سواء عملية الاقراض او ضمان القروض او المساهمة او اعداد الدراسات الفنية وكان يتم ذلك بضمان من الدول والحكومات نفسها وتم توقيع برتوكول بتعديل بعض مواد الاتفاقية مواد اتفاقية انشاء هذه المؤسسة في ستة اتماعش اربعة وستين وللأسف تم حل مجلس هذه المؤسسة السندوق العربي للانماء الاقتصادي اللي وفق المجلس عليه سنة اتفاقية انشاءها في ستة اتماعش خمسة تمانية وستين نأتي بعد ذلك اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وافق المجلس الاقتصادي عليها بتاريخ ثلاثة ستة سبعة وخمسين وبدأ التنفيذ فيها سنة الاربعة وستين هذه الاتفاقية تعتبر اهم حلقات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي لانه هاي تعدد فكرة التعاون الى فكرة الوحدة الاقتصادية وبالتالي هذه كانت من اهم الاتفاقيات خلينا نشوف ايش اهم بنودها وايش اهم تفاصيلها اولا بلغ عدد الدول اللي اتفقت على قيام واحدة اقتصادية فيما بينها 12 دولة منها الاردن تونس السودان مصر العراق سوريا السعودية لبنان ليبيا اليمن والمغرب والكويت على شو اتفقت هذه الدول اتفقت على قيام واحدة اقتصادية كاملة بينها بالتدرج طبعا يعني احنا بنشرح شو اللي تم الاتفاق عليه رغم انها لم تتم هذه الاتفاقية على ارض الواقع لكن اتفقوا حينذاك على حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال حرية انتقال الاشخاص يعني بمعنى ان يتنقل الاشخاص بين الدول العربية بلا اي قيود انتقال رؤوس الاموال ان ينتقل تنتقل رؤوس الاموال من بلد الى بلد عربي آخر أيضا ومقصود أن تنتقل بمعنى حرية انتقار رؤوس الأموال بمعنى سواء للتجارة أو للشركات أو للاستثمارات النقطة الثانية حرية تبادل البضائع والمتجات الوطنية والأجنبية أيضا تم الاتفاق على حرية تبادل البضائع والمتجات الوطنية والأجنبية النقطة جيم حرية الإقامة والعمل والاستخدام ممارسة النشاط الاقتصادي الإقامة والعمل أن يتنقل أفراد العربية من دولة إلى دولة عربية أخرى وأن يمارسوا نشاطهم الاقتصادي النقطة دال حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافق والمطارات المدنية النقطة حقوق التملك والإيصاء والإرث بمعنى أن يحق لكل شخص أن يتملك وأن يوصي وأن يورث من بعده في الدول العربية حددت المادة الثانية وسائل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى حيث نصت تعمل الأطراف المتعاقدة على التالي طيب كيف بدهم يحققوا الأهداف اللي حقوها بعدة نقاط أولا أن تكون البلدان العربية منطقة جمركية واحدة خاضعة لتعريف جمركية واحدة خاضعة لتشريعات واحدة خاضعة لأنظمة جمركية واحدة فيما بينها النقطة الثانية توحيد سياسات الاستيراد والتصدير بمعنى أن يكون هناك توحيد لسياسة الاستيراد والتصدير ما بين الدول العربية جميعا النقطة الثالثة توحيد أنظمة النقل والترانزيت أن يوحد أنظمة النقل في الدول العربية والترانزيت يعني عارفين الترانزيت اللي هي المحطة عند انتقال مثلا تجارة من دولة إلى دولة أخرى ممكن أن تمر بدولة ثالثة تكون محطة بنسميها الترانزيت النقطة دال عقد الاتفاقيات التجارية واتفاقيات المدفعات ما بين الدول العربية بصورة مشتركة النقطة ها تنسيق السياسة المتعلقة بالقطعات المهمة الزراعة، الصناعة، التجارة وأيضا توحيد التشريعات القانونية لرعاية هذه الدول النقطة واو تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي بمعنى أنه احنا عارفين أنه في قوانين للعمل في قوانين للضمان الاجتماعي وبالتالي كانت تنص على تنسيق وتشريع العمل والضمان الاجتماعي بعد ذلك تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائل الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بمعنى أيضا التشريعات الضريبية والرسوم الحكومية تكون منصقة ما بين هذه الدول وهذا طبعا تنسيق هذه الضرائب تنسيق الرسوم الجمركية كلها ما بين هذه الدول والرسوم وخاصة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف الأموال هذا كان يضمن ويعمل على تكافؤ الفرص ما بين هذه الدول العربية يعني بمعنى أنه الضرائب والرسوم كلها تكون واحدة موحدة وخاصة فيما يخص القطاعات الرئيسية التي لها علاقة بقطعات انتاجية كالزراعة والصناعة نأتي إلى بعد ذلك أيضا تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين بمعنى أن لا يكون هناك ازدواج ضريبي يعني بصيريش أنا شركة على سبيل المثال الأردني تعمل في مصر تفرض عليها مصر ضرائب والأردن ضرائب بمعنى هنا بصير ازدواج ضريبي النقطة تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد كان طموح هذا الطموح يعني للأسف الشديد وكل اللي تحدثنا عنه جزء منه كان فقط حبر على ورق بمعنى كان هدف أيضا أن ينسق السياسات النقدية والمالية يعني على طريقة الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول اللي عملت تكثلات اقتصادية فيما بينها يعني زي منطقة اليورو كان الهدف أن ينسق السياسات النقدية السياسات المالية الأنظمة في هذه الدول مع بعضها البعض النقطة كاف توحيد أسليب التصنيف والتبويب الإحصائي بمعنى أن يوحدوا النظم الإحصائية عملية التبويب عملية التصنيف للقطاعات ما بين هذه الدول وحسب المادة الثالثة من اتفقية الوحدة الاقتصادية أنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نأتي بعد ذلك إلى السوق العربية المشتركة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية الممثل لهذه الدول اتفق على إنشاء السوق العربية المشتركة في سنة الارضعة والستين إنشاء السوق العربية المشتركة جاء تنفيذ الاتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية ورغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للدول الأطراف المتعاقدة أيضاً إرساء دعائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة من التنمية الاقتصادية المتناسقة وأيضاً تتفق اللي هي الصلاة الطبيعية والتاريخية فيما بينها رغبة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتها ورفع مستوى المعيشة طيب كانوا يطمحوا في سوق عربية مشتركة ما بين هذه الدول على طريقة السوق الأوروبية وهذا كانوا يعتبروه أنه برسد عائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة من التنمية وكان رغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية الممثل لهذه الدول في إنشاء اللي هو السوق العربية المشتركة السوق العربية المشتركة كانت تهدف إلى عدة أسس هي كالتالي واحد حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال كان الهدف من السوق العربية المشتركة يعني تأكيد على ما كان سابقا ولكن هان بنقاط محددة أن يكون حرية لانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بمعنى حرية انتقال الأشخاص أن ينتقلوا من بلد إلى بلد آخر دون أي عوائق دون أي تأشيرة طبعا في دول عربية الآن في الفترة الحالية لا تضع تأشيرة على دول عربية أخرى وفي دول تسترد تأشيرة للدخول إليها النقطة الثانية حرية انتقال رؤوس الأموال من نفس النقطة الأولى يعني أن ينتقل رأس المال من بلد إلى بلد آخر يعني ممكن شركة أردنية أو رجل أعمال أردني يعمل في مصر أو مصري يعمل في المغرب وهكذا النقطة الثالثة حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية أيضا نصة الاتفاقية أن يكون هناك حرية ما بين الدول العربية على عملية تبادل البضائع عملية تبادل السلع والمنتجات الوطنية والأجنبية النقطة الثالثة وهي مهمة حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي بمعنى حرية كانت للدول أن تعمل على حق الإقامة أن يقيم مواطن في دولة أخرى حق العمل أن يعمل مواطن من دولة في دولة أخرى وممارسة النشاط الاقتصادي كل مواطن عربي يستطيع أن يمارس النشاط الاقتصادي في دولة أخرى النقطة دال حرية النقل والترانزيت واستخدام وسائل النقل والموانئة والمطارات بمعنى أن يكون حرية للنقل تبادل السلع النقل ما بين الدول العربية لترانزيت اللي هي المحطات الاستراحة من دولة إلى دولة أخرى عن نقل بضائع استخدام وسائل النقل المتاحة سواء البرية أو البحرية أو المطارات المدنية هذا أهم ما نصت عليه السوق العربية المشتركة وبالتالي استمر الإطلاع المنظمي والمؤسسي لجهود التجمع الاقتصادي العربي بالنمو في السبعينات وتم إنشاء عدد من المؤسسات الاقتصادية العربية اللي كان الهدف منها كل واحد تحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ولكن في قطاعات محددة وأنشئ جزء منها إما بقرار من مجلس الجامعة العربية أو المجلس الاقتصادي العربي أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأنشئ باتفاق بعض الدول بصورة مباشرة خلينا نشوف إيش أهم المنظمات الاقتصادية العربية نتعرض لها باختصار شديد جداً كل منظمة وشو أهدافها جوز سنة إنشاءها أول شيء الصندوق أو صندوق النقد العربي أنشئ في عام 1977 من اسمه يعني صندوق نقد أولاً إرساء المقاومات النقدية للتكامل الاقتصادي أن يكون هناك مقاومات نقدية ما بين الدول العربية مما يدفع عجلة النمو النقطة الثانية تصحيح الاختلال في موازين المدفوعات للبلدان العربية طيب كيف ننصحه؟ من خلال تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل وعفواً قصيرة ومتوسطة الأجل النقطة الثالثة إرساء سياسات وأسليب التعاون النقدي بين الدول العربية والنقطة الرابعة تطوير الأسواق المالية العربية هي أول مؤسسة كل مؤسسة مطلوب منك كطالب أنك تحفظ إيش شيء صندوق النقد العربي إيش أهم أهدافهم؟ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أنشأت في الـ 74 من اسمها مؤسسة العربية لضمان الاستثمار شو أهدافها؟ أولاً تأمين المستثمر العربي ضد المخاطر التجارية المستثمرين العرب في الدول العربية وبعضهم البعض أن يؤمنوهم ضد المخاطر التجارية النقطة الثانية تشجيع الاستثمارات بين البلدان العربية الأعضاء من اسمه اسمه صندوق استثماري أو مؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يشجع الاستثمار بين البلدان العربية الأعضاء للأسف الشديد الآن كثير من الأموال العربية يتم استثمارها في دول أوروبية وأيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية بعيداً عن استثمارها داخل الدول العربية نفسها النقطة الثالثة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هذا المصرف العربي اللي كان في أذار مارس 75 الهدف منه توثيق الروابط بين الدول الأفريقية والأمة العربية ودعم التعاون المالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي المنظمة الرابعة المنظمة العربية للتنمية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تم إنشاءها سنة 1972 شو الهدف منها أو شو أهدفها أولا من اسمها تنمية خاصة بالزراع تنصيق التعاون في بين البلدان العربية في شهد المجالات والنشاطات الزراعية النقطة الثانية تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في قطاع الزراع وطرق استثمار وكيف نمو الموارد الطبيعية والبشرية النقطة الثالثة تحقيق التكامل الزراعي ما بين الدول العربية والنقطة الرابعة تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي ما بين الدول العربية نأتي بعد ذلك إلى المركز العربي للدراسات والمناطق الجافة والأراضي القاحلة هذا أنشئ سنة 1971 مطلوب منك كطالب إنك تحفظ السنة فقط مش مطلوب الشهر أو اليوم إيش هدف القيام بالدراسات الإقليمية المتعلقة بالمناطق الجافة الدراسات المتعلقة بالمياه السطحية نأتي بعد ذلك المنظمة العربية للتنمية الصناعية هذه أنشئة سنة 1978 من اسمها لها علاقة بالقطاع الصناعي يعني بمعنى تنمية التعاون الصناعي تنمية الصناعة في الوطن العربي على المستوى القطري والمستوى القومي المنظمة السابعة منظمة العمل الدولية من اسمها خاصة بالعمل الهدف منها تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل توحيد التشريعات العمالية شروط العمل في البلدان العربية أيضا القيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية وتقديم المعون الفنية في البلدان العربية يعني بمعنى منظمة العمال العربية هي ضايلة لليوم وهدفها كله له علاقة بالعمل في هذه البلدان المنظمة الثامنة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية هذه أنشئة سنة 1976 هدفها توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والخدمات السلكية واللاسلكية لجميع البلدان العربية أيضا إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في الدول العربية هاي أهم المنظمات اللي اتطرقنا لها وهاي المنظمات تماما نعلم هي منظمات اقتصادية عربية يوجد أيضا إضافة إلى المنظمات التي تحدثنا عنها عدد من الاتحادات النوعية العربية منها ما هو حكومي زي الاتحاد البريد العربي اللي تم إنشاؤه سنة 46 ومنها ما هو غير حكومي زي الاتحاد العام لغراف التجارة والصناعة وهانا بتكون من اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعة العربية في الدول خلينا نشوف إيش أهم الاتحادات اللي تم إنشاؤها وهاي بقط للاطلاع وليس للحفظ الاتحاد العربي للحديد والصلب سنة 71 الاتحاد العربي للصناعات النسجية تمام سنة 75 الاتحاد العربي لمنتجي الأسمد الكيميوية سنة 75 الاتحاد العربي للصناعات الهندسية سنة 75 الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك سنة 76 الاتحاد العربي للصناعات الغذائية سنة 76 الاتحاد العربي للإسمنت والمنتجات الإسمنتية سنة 77 الاتحاد العربي للصناعات الورقية سنة سبعة وسبعين الاتحاد العربي للسكر سنة سبعة وسبعين الاتحاد العربي للصناعات الجلدية سنة سبعة وسبعين هاي طبعا مش محتاج الشرح لانه يعني لما يقول اتحاد عربي للحديد والصلب يعني كل الاتحادات العربية في كل دولة عربية يعني في دولة سوريا في مصر في الاردن للحديد والصلب نفس الشيء للصناعات النسجية نفس الشيء للأسمد الكيمائية إذن كان هناك اتحاد عربي يجمع هذه المختصين بالإنتاج في هذه الدول هاي معناها الاتحاد العربي للصناعات النسجية أو الأسمد الكيميائية أو الصناعات الهندسية يعني يشمل العاملين في الصناعات الهندسية في هذه الدول وهذه الاتحادات هي اتحادات غير حكومية زي عندنا لما نقول اتحاد العمال في فلسطين اتحاد العمال في الأرزن بيجي الاتحاد العربي للعمال تمام العرب أو الاتحاد العام للعمال العرب زي اتحاد الطلبة أو مجلس الطلبة فلسطين بنيجي بنقول الاتحاد العام للجامعات العربية بمعنى بمعنى انه هاي اتحادات غير حكومية غير حكومية لها علاقة بالعمل النقابي لها علاقة بتطوير القطاعات التي تعمل بها طبعا قبل ما نختم بنا نقول أن هذه الاتحادات قلنا غير حكومية ما بين الشركات ومؤسسات الإنتاج الهدف منها تقوية العلاقات والروابط وتدعيمها وتطويرها أهم إنجازاتها تمام هذه المنظمات الاقتصادية والاتحادات النوعية المتقصصة اللي ظهرت منذ إنشاء جامعة الدول العربية في السبعينات بالتالي هذه المنظمات أتاحت لمسؤولين البلدان العربية اللقاء المنظم لبحث العديد من أوجه الاقتصاد والتنفيق فيما بينهم تمنياتي لكم بالتوفيق وتمنياتي لكم ولأسركم بالسلامة ونراكم في المحاضرة القادمة مع خالف تحية